بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب الماجستير. ان شاء الله تكونون بخير. نحن بدي نشرح المسائل اللي اتفقنا عليها ان شاء الله واحدة واحدة. ننتبه الهزين. بالنسبة للمثال الاول اكزامبول اربعة واحد. استيميشن ديموستر كونتينت اوف تيبيكال رزيدنتل ام از دبالي. اهنا ايش نعطينا? نعطينا هذا الجدول. لحيطينا مثلا نقول كصيرة سؤال. لحيطينا هذا الجدول. هذه المكونات ما تصور الوست. هذه النسفة الوزنية. النسفة الوزنية اهنانة. قد ما تعطى يعني ما تتمثل ان هي الوزن الحقيقي. مثلا انا على سبيل المثال اذا اقول الريزيدنتل ام از دباليو الوزن الكليمات التوتال هو مثلا 25 كيلو. قد هيك حالة انا سوى حقا لا فاطلع بي الوزن اللي هو مثلا اقول هاي النسفة الوزنية تسعة. اذا تسعة بالمئة من الخمسة وعشرين كيلو. اربعة وثلاثين بالمئة من الخمسة وعشرين كيلو. اجل قد اتمثل وهكذا. بعدين يطيني مثلا لدراي ويت. الدراي ويت داش شوفوه اهنانة. الدراي ويت اللي هي هذي الاوزان مالته. اثنين بوينت سبعة او اثنى او اخره. اهنانة اوجد هسا يريد مثلا هذا ما لح يطيني اياه يريد الموستر كونتينت لكل مفردة والاوبر او الموستر كونتينت لعني المحتوى الرطوبة لكل وحدة منهن. والمحتوى الرطوبي الكلي. بيجي حالة بعد ما اطلع الاوزان الحقيقية. اهنان اعتبرها هي نفسها ليه شان ما اخذ انها الوزن الكلي هو ميت كيلو. فالنسبة الوزنية هي هتطلح هي نفسها تسعة كيلوات يعني تسعة بالمئة من الميت كيلو هي تسعة كيلوات. بس مثل ما قلنا لو اطيتكم بالسؤال مثلا وزن عندي خمسين كيلو. تسعة بالمئة هاي نسبة وزنية. ما اتمثل هاي هي الاوزان الحقيقية يعني نقول تسعة بالمئة في خمسين كيلو جد. واسوي الحق الجديد للأوزان الرطبة. هذه الاوزان الجافة ما اعطات لكم. اذا هسا نجي نطبق القانون نقول محتوى الرطوبة يساوي ان الوزن الرطب ناقصا الوزن الجاف. مقسوم على الوزن الرطب في مئة بالمئة. احصل على هذه القيم اللي هي السبعين والستة والخمسة من هذا القانون. بعدين احنا اوجد الوزن الرطب الكلي احنا مثل ما قلت لكم بعم اعتمدها انه سامبل مالتي مئة كيلو غرام فهي نفسها تكون مئة توتال. وهنا الوزن الجاف الكلي اطرح الوزن الرطب الكلي ناقصا الوزن الجاف الكلي على الوزن الرطب بمئة بالمئة ايضا سنحصل على الموستر كونتينت الكل. ناقصا الوزن الج joking.